أوقف الإدعاء العام في العاصمة الأردنية عمان خمسة من موظفي مستشفى الصالة الذي شهد وفات سبعة مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجن عن غرف العناية المركزة ووجه الإدعاء العام للموقفين تهمت التسبب بالوفاة بالاشتراك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية باترا وأمر باحتجازهم في أحد المراكز الإصلاحية لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات في الحادثة والموقفون على ذمة التحقيق في القضية مدير مستشفى الحسين بالصلة وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية باترا صعد محتجون في شارع اللبناني غضبهم من خلال قطع مختلف الطرقات داخل العاصمة بيروت وخارجها وقالوا إن الحل الوحيد ومطلبنا الأول والأخير إسقاط ميشيل عون ومشاركة الناس معنا للوصول إلى بعبدة وأضافوا نشعر بالجوع ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك نريد إطعام عائلتنا بعد تخلي الجميع عنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة